إذا التفاصيل مجددا أهلا بكم استقبل نيجيرفان بارزاني رئيس أقليم كردستان توبيا ستونكيل رئيس ملف الشرق الأوسط في وزارتي الخارجية الألمانية والوفد المرافق له المؤلف من السفير الألماني في بغداد والقنصل العام في الأقليم واجرى خلال اللقاء بحث علاقات ألمانيا مع العراق وكردستان والأوضاع في المنطقة بشكل عام والعلاقات بين أربيل وبغداد والعلاقات بين العراق والأقليم مع الدول الجوار وشكر بارزاني المساعدات العسكرية والإنسانية التي تقدمها ألمانيا لكردستان في الحرب ضد الإرهاب وتحدث توبيا ستونكيل عن الغراضي من برنامج زيارته للأقليم والمنطقة وأعرب رغبة بلاده في مواصلة التعاون والدعم للعراق وحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وكان الوضع الأمني في المنطقة بشكل عام ووضع النازحين واللاجئين وخلق أرضية لعودتهم إلى ديارهم وتنفيذ اتفاقية سنجار جانبا آخر من جوانب الاجتماع الذي أكد على استمرار المساعدات الإنسانية الألمانية للنازحين واللاجئين